كذا تبدو الشوارع في قرية الهبكا عكود وسط السودان 150 كم جنوب شرق القرطوم منذ اعلان الدولة للحجر الصحي لمنع انتشار وباء كارونا بعض منازلها اعتذرت لزائريها وفي هذا المزيد الذي هو واحد من اربعة في القرية اغلقت بوابها فضل عدد قليل من المصلين اداء صلواتهم رغم تنام التحذيرات لكن المصلين ذاتهم من الداعمين لواحد من انجح الحملات الطوعية لمحاربة الجائح فالمسجد يخضع للتعقيم قبل وبعد الصلوات الخمس شبابنا ما شاء الله ما قصروا يعني يمروا على المضغلات كلها وعملوا تعظيم كامل يعني كل الترابيز لكل المضغلات التجارية ووزعوا الكمامات والحمد لله يعقموا المداخل المخارج ومستوى كان ممتاز حسب يعني توغعاتني من الناس الشباب ذي ما قصروا حدث الله وقاموا بالواجب وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفز جميع اهل الغرية الشباب والابطال والنساء وانتمنى من جميع المواطنين الاحتراس والمواظبة ومساعدة هؤلاء الشباب الطامعين الشباب الذين يعني ما شاء الله يعني يقدموا كل عندهم برغم من ان الامكانيات كانت عندهم ضعيفة لكن الحمد لله يعني قاموا بالواجب واشتغلوا شغل قويس ومتاز منذ مارس الماضي التزم سكان القرية الذين يقلوا عددهم معا أربعة آلاف بشكل طوعي وجمعي بإجراءة السلامة بفضل حملة التوعية التي تبنها الشباب والطلاب والأطباء ومنسوبي الحقل الصحي وعمال ومهنيون من أبناء الهبيكة ومع ظهور أول حالة وافدة من الخارج تم احتوائها في وقت مبكر تم التجديد من الإجراءات ووصلت إلى فرض حضر التجوال الكامل لفده أهل القرية وقدموا نموذجا في كيفية محاربة الوباء وتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من حجر صحي وتعقيم مع تنامي تدجر السلطات الرسمية من السيطرة على جائحة كورونا ومن نقصر القدرات اللوجستية وعدم التزام المواطنين في المدن والقرى في غرفة التواري نعمل على مدارة 24 ساعة التعوين من مداخل الغرية نشاهدين هنا نشاهدين من داخل المدخل بعد ذلك هنا نتعقيم سابق على مدار اليوم لكافة لماكن التجارية داخل الغرية وأنشأنا غرفة تصنيع المعاقمات حتى نغطي الحوجة وأنشأنا غرفة تصنيع للكمامات حتى نغطي الحوجة أيضا برغم محدودية الحركة نسبة لظروف الحظ يعني بحوم كل البلاد نحن قدرنا المحتوي والموظف والحمد لله لن تصحر أي حالة جديدة وكل الأمور طيبة والحمد لله رب العالمين وأنا أشكر الشباب اللي قاموا بهذه اليهودة الفعال لهم التحية ومشكرهم بزيء سمود إسماعيل والي المشرف العام لحملة التواري وجدت الحملة دعم أبناء القرية في جميع دول العالم وبينما قدم البعض دعما ماديا قدم أبناؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة دعما يتضمن المواد الأساسية للتعقيم والملابس الواقية للفرق العامل ترجمة نانسي قنقر